الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابتها الطيبين الطاهرين وبعد حديثنا مع حضراتكم عن تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأخلاق المؤمنين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وقد تحدثنا في حلقات سابقة عن معاني التزكية وعن فائدة تزكية النفس ومن فوائد تزكية النفس الارتقاء بالمستوى الأخلاقي وزيادة الإيمان وتبديل الصفات الزميمة إلى صفات جميلة حميدة ولا بد في هذا المشوار من وجود المعلم المربي القدوة الذي يأخذ بيديك إلى هذا الطريق وقد استفاد الصحابة الكرام من مشاهدة رسول الله ومن الجلوس بين حضرته صلى الله عليه وسلم حتى وصفهم بأحسن الأوصاف فقال في أوصافهم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأقضاهم علي وأصدقهم حياء عثمان وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل هكذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق أصحابه ليحفزهم وإن لكل أمة أمينة وإن أمينة هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم وأرضاه في هذا المشوار لا بد من وجود المربي القدوة لا بد من وجود هذا القدوة وقد ألف الشيخ المتقي الهندي رسالة صغيرة جدا سماها هداية ربي عند فقد المربي قال إذا لم تجد ذلك الشيخ أو المربي الذي يأخذ بيديك ليزكي نفسك وليخلصك من الأمراض كالنفاق والحقد والكراهية والبغضاء والعجب قال لا بد أن تكون جادا في سلاسة أمور في معاملة الحق سبحانه وفي معاملة الخلق وفي معاملة نفسك لكننا نقول إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده مهما كنت ناجحا مهما كنت مجتهدا لا بد أن تطلب العون والمدد من الله سبحانه وتعالى ولذلك نحن نقول في كل ركعة في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم ونقول إياك نعبد وإياك نستعين لا بد أن تطلب العون والمدد والعناية من الله سبحانه وتعالى وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيس أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف تعي والخطر من هذه النفس ونحن نتحدث عن تسكية هذه النفس قد أفلح من زكاها فإذا أردت أن تبدأ في هذا المشوار في تسكية النفس بتبديل الصفات الزميمة إلى صفات جميلة وبالابتعاد عن المعاصي والزنوب وبالارتقاء بالمستوى الأخلاقي وبزيادة الإيمان لا بد أن تطلب العون والمدد من الله سبحانه وتعالى كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم حصينا فقال له قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وهو صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيس أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين قال أهل الله الخزلان أن يكلك الله إلى نفسك والعون والمدد والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك أن يعينك على نفسك أن ينصرك على نفسك فالبطل الحقيقي والمجاهد الحقيقي هو الذي انتصر على نفسه ونقول لهذا البطل الذي يجاهد نفسه سمرة هذا يعود عليك الهداية تعود عليك الجهاد يعود عليك التسكية تعود عليك من احتدى فإنما يحتدي لنفسه هكذا يقول الله ويقول أيضاً ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ويقول أيضاً ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه إذن لا بد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لا بد من الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فهذا هو النبي الملك الذي جمع بين النبوة والملك يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ويقول رب أوزعني يعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين إذن لا بد من طلب العون والمدد من الله سبحانه وتعالى لكي تنتصر على هوى النفس ولكي تجاهد نفسك ولكي تبدل الأخلاق الذميمة إلى أخلاق جميلة نسأل الله سبحانه التوفيق فالتوفيق من الله والعون من الله والمدد من الله سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه أن يحققنا بهذا الدعاء الذي نردده في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم قال الإمام الغزالي من استقام على الصراط المستقيم في الدنيا استقام عليه يوم القيامة اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته